تعرض منتخب مصر للناشئين للخسارة الأولى في كأس العالم للناشئين لكرة اليد أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 42-35 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في ختام الدور الرئيسي بمونديال كرة اليد تحت 19 عاما ونجح المنتخب الإسباني في التفوق بالشوط الأول بنتيجة 11-8 ووصل منتخب إسبانيا تفوقه في أشوط أثاني ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 42-35 وحسم المنتخب الإسباني صدارة المجموعة برصيد 60 نقاط بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني برصيد أربع نقاط ويلعب منتخب مصر غد الخميس أمام جزر الفارو في ربع النهائي بينما يواجه المنتخب الإسباني نظيره الألماني